اشتركوا في القناة لفتح زيف الدعاءات الاحتلال بشأن حريات العبادة وعلى الجانب الاخر توفد الاف الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الى نقاط التماس عند السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرات ما اطلق عليه جمعة مستمرون رغم الحصار ومنذ الثلاثين من مارس الماضي يواصل الفلسطينيون حراكهم ضمن فعليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار واصفر قمع الاحتلال لمسيرة العودة منذ انطلاقها عن استشهاد اكثر من مائة وعشرين فلسطينيا واصابة اكثر من ثلاثة عشر الفا اخرين